عشان نتطمن على استعدادات الاهلي وكيف يستعد الاهلي لمواجهة الزمالك والنهاردة بالتأكيد هيكون معسكر مغلق وتفاصيل كثير لكن من خلال لازمنا فاروق صلاح موفد قناة الاهلي واللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل التفاصيل اتفضل يا فاروق كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وزي قلت محمد داخل استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهة الزمالك في المباراة ما هي لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي مباراة بيتفرد عليها أمور كتير جدا محمد مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا واحدة من المباراة الفارقة في تاريخ النادي الاهلي في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم خلينا أقولك أني حظر إعلامي على فريق النادي الاهلي استعدادة لذي المباراة نادي الأهلي طبعا عقب المران اللي انطلق منذ دقايق يعني النهاردة المران جود الكابتن محمود الخطيب النهاردة في المران رسالة دعم ومساندة ومؤذرة للعيب النادي الأهلي قبل هذه المباراة وده اللي دائما بنعهده من الكابتن الخطيب في هذه الأمور وفي هذه المباراة الحاسمة للنادي الأهلي تقد اللي لعبت النادي الأهلي محمد اللحظ لمسه وشايفه من لعبت النادي الأهلي تعي تماما أهمية هذه المباراة قبل ما أقول للجمهور يا محمد اللعيب لنفسهم والقيمة النادي الآلي والاسم النادي الآلي والترخم كلها أكيد عايز بطولة جديدة تضاف رصيده مع النادي الآلي كلها أمور مهمة جداً لعيبة أكيد يا محمد الحزن على وجوه اللعبين طبعاً بعد المباراة الأخيرة أمام فريق بيرامدز ولعيبة النادي الآلي مش بعد تماماً عن تأثر جمهور النادي الآلي بحالة الفريق في هذه المباراة لكن محمد نحن دلوقتي كل الدعم كل المسندة والمؤذرة من جمهور الفريق النادي الآلي في هذه المباراة زي ما قلت لك محمد أن المران انطلق منذ دقايق فريق هيدخل معسكر مغلق بعقب انتهاء المران بإذن الله قبل هذه المباراة بـ 48 ساعة حظر إعلامي مفروض تماماً على الفريق النادي الآلي تعرف أن انطلق المران عدم تواجد أي وسائل إعلامية سواء قناة النادي الآلي أو إدارة الإعلام بالنادي الآلي زي ما قلنا الكابتن سيد الجاز الفني بيوفر أكثر جو مناسب ومناخ ملائم للعبين كلنا تابعنا بالأمس وشوفنا حالة اللعبين وماذا تأثرهم لكن احنا عندنا ثقة في لعبة النادي الآلي مباراة مهمة جداً مباراة فريقة دعم ومسندة ومؤذرة جمهور النادي الآلي بنقول مهم جداً لعبة النادي الآلي في هذه الفترة عايزة طمنك اللعبة الحالة الفنية الحالة البدنية الحالة الطبية طمن على كل اللعبين إن شاء الله طبعاً مع الغيابات التي تم الحديث عنها مسبقاً مش هكون موجودة في هذه المباراة طبعاً كل الأمور دي خلال 48 ساعة فيه أمور كتير جداً طبعاً بعض اللعبين اللي ممكن يكونوا عايدين من الإصابة أو من هذه الأمور طبعاً هتتضح خلال اليوم إن شاء الله أو غداً بإذن الله لكن كل اللعبين التركيز اللي شايفينه دور قط اللبس في النادي الآلي عايزة أتكلم على قط اللبس على الكابتن محمد الشناوي أيمن أشرف وليد سليمان رمي ربيع عمر السلية عالم علول ودورهم مع اللعبين مهم جداً في هذه المباراة زي ما قلنا رسالة الدعم اللي موجودة من الكابتن محمود الخطيب أيضاً الكابتن حسام مغالي أنت عارف دايماً إن الوقت أنت عارف التوقيت اللي دايماً الكابتن الخطيب بيوجه رسالة الدعم للعبين تقد دي نقطة مهمة جداً نقولها ورسالتنا لجمهور النادي الآلي النادي الآلي محتاج جمهوره إن شاء الله يكون في ظهره مباراة مهمة جداً محتاجة الدعم محتاجة تضافر الجهود بإذن الله في هذه المباراة كل التوفيق إن شاء الله محمد لله في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد شكراً